السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل فل عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية طريقتها سهلة جدا وبسيطة بس في تكات كده بسيطة هنقولها في اخر الفيديو هي اللي بتفرق جدا في نجاح المعجنات عموما وبتطلعها طرية وهشة كده ومش مكتومة ولا نشفة ان شاء الله الفيديو يعجبكم تابعوا للنهاية لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وكمان حطولي لايك للفيديو دوت وان شاء الله هيعجبكم جدا شايفين بقى عاملة ازاي هشة طرية جدا مفرغة كده من جوة وبش مكتومة نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الطريقة مع بعض اول حاجة معي نص كيلو من الدقيق او التحين متعدد للاغراض او الاستعمالات بيعادل اربع اكواب من اللي هي الكوب بتاع الشاي ده بس تكون اه تكون مليانة على الاخر تمام كده اربع اكواب بالشكل ده كده هنحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او آآ باكت من الخميرة الفورية احداشر جرام هحط كمان معلقة صغيرة من بيكينج بودر بيحسن برضو من العجينة معايا كمان معلقتين كبار من السكر هنحط كمان نص معلقة صغيرة من الملح وهقلب المكونات دي كده مع بعض ندمج الاول للمكونات الجفة كده الاول انا عملتها معاكو قبل كده وعملتها كمان سيدة وعملتها بحشوة العجوة برضو ممكن آآ لو حابين تشوفوا الفيديو هحط معاها نص كوباية من زيت على سمنة خدت بس معلقتين من السمنة دي السمنة انا عملتها معاكو هي المرة اللي فاتت حبيت ان انا اجربها معاكو في الفيديو ده وآآ كملت بقى نص الكوب بالزيت آآ هنا بقى دي كوباية من اللبن الخط اللي تلع من ضرب السمنة لو مش موجودة عندك هتستخدمي اللبن رايب بيجيب كوباية لبن حليب عادية خالص وتحطيها في فرن البتجاز وهو مطفي طبعا تغطيها وتحطيها في الفرن وتسيبها لحد تاني يوم يعني سباعة اقل حاجة 12 ساعة هتلاقي اللبن بقى اللبن رايب معاكو تقدر بقى تستخدميه في اي نوع معجنات ابدأ بقى لمل عجنة كده وعجنها بايدي كويس جدا وكل ما بحتاج سوائل بضيف لحد ما بخلص كل كوباية الحليب وبعد كده بكمل بمية دافية طبعا الحليب ده انا مدفية ده اللي هو طلع من خط السمنة بعد ما طلعنا السمنة بيطلع آآ سائل كده هو ده اللي انا استخدمته بيبقى حلو جدا جدا مع المعجنات وكملت باقي العجن شوية من المية الدافية نص كيلو دي تقريبا بياخد كوباية وشوية يعني كوباية آآ الحليب وعليها آآ يعني ربع كوباية مية تقريبا طبعا لحسب نوع دي على حسب ما العجنة تاخد معاك تضيف شوية بشوية لحد ما العجنة تتلمي معاك بالشكل الحلو ده وتعجني فيها كويس جدا عاوزين آآ تعجني فيها يعني مش اقل من عشر دقايق وآآ تغذيها بقى كده قدامك على الرخيمة وتفضل تمت فيها كده لحد ما تتعجن معاك حلو جدا زي ما انتو شايفين بغبطها كده خبطتين وبعد كده بلمها لو عاوزين العجنة تبقى نعمة معاكم بعد ما تعجنيها بالشكل ده كده سيبيها بس خمس دقايق ريحيها على جنب خمس دقايق وغطيها بكيس ورجعي عجنيها تاني هتلاقيها باقت الوش بتاعها بقى نعم ومسطح بالشكل ده كده هلمها وحطها في آآ البولة اللي انا هخمر فيها وهغطيها وهسيبها لمدة ساعة طبعا عشان اتجوت شايتها لكن لو في الصيف ممكن نسيبها نص ساعة بس تمام كده يبقى التخمير بتاعها الاولاني آآ لمدة ساعة احطها بقى في البقى شايفين البولة مضيفة ازاي ده ده لين عاجينا نكحة وملمومة كويس جدا ومخدومة كويس جدا هغطي عليها بقى واسيبها لمدة ساعة وبعد كده هنبدأ نشكلها مع بعض دلوقتي عدى ساعة ابدأ اهبط التخمير شايفين آآ بتنزل معنا ازاي حلوة جدا ابدأ اضغط عليها كده واطلع كورة واشكل القرص بتاعتنا انا المرة دي هعملها اللي هو الحجم الصغير الميني ده بهتباع كده في الافران آآ بالكيلو اللي هي القرص الصغيرة دي آآ ممكن بقى تكبريها صغريها براحتك زي ما انت حابة وحاولي كل القرص تبقى نفس الحجم عشان تاخد نفس التسوية في الفرن الصونية اللي بنحط عليها او الصوب ما بيكونش مدهون اي حاجة آآ بتحطيها كده بس تمام كده هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة ممكن كمان تحشيها عجوة او آآ تحشيها جبنة زي ما انت حابة اي حشوة تحبيها بس هي القرص طبعا الفلاحي بتاع الزمان دي ما هي يعني هما هي مشهورة ان هي بتبقى سادة او بالعجوة شايفين بضغط عليها العجينة بالشكل ده كده اطلع كورة وآآ عشان الوش بتاعها هيبقى ناعم الضغطة دي بتساعد ان وش القرصة يبقى ناعم كده من فوق تمام كده كمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة عملت معي تقريبا حاجة وعشرين قرصة شكل لها بقى زي ما انت حابة عاوزها عشرين عاوزها خمسة وعشرين زي ما انت حابة آآ بعد جده هابدى اغطي الصواني بتاعتي وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة قبل ما دخلها الفرن انا سيبتها تلت ساعة بالزبط زي ما انتوا شايفين عملتوا كل الكمية غطيتها باكياس بلاستيك آآ دي الصونية دي بكيس والصونية دي بكيس وسبتها تخمر لمدة آآ يعني مش تخمر بقى ترتاح لمدة آآ تلت ساعة وبعد كده هدخلهم الفرن قبل ما ندخلهم الفرن طبعا هنبدأ ناخد كل كورة كده ومبطاطها بالشكل ده كده بادينا عاوزين السمك بتاعها يبقى آآ نص صانتي تقريبا يعني حاولوا على قد ما تقدرت تبقى السمك بتاعها رفاية لان هي لسه هتنفخ وتزيد في الفرن بعد كده انا آآ في في الوقت ده قبل يعني مريحها كنت مشغلة الفرن عشان يسخم على درجة حرارة متين هدخلها على درجة حرارة متين في الرف اللي في النص وهسيبها لحد ما تاخد لون من تحت دهبي وبعد كده هشغلها الشوية تاخد لون خفيف من فوق وبعد كده اول ما بتخرج من الفرن يا اما ببخاخ مية هنرشها ببخاخ مية يكون مخصص للمعجنات او هتمسح سطح القرص بتاعتك بفرشة كده وكوباية مية وتمسح الفرش بتاعت القرص بتاعتك بالمية وبعد كده نغطيها بفوطة وفوق الفوطة كيس تمام كده يبقى هعيد تاني اهم حاجة عشان تطلع معاكي القرص نجحة اول ما بتطلع من الفرن بنرشها ببخاخ مية او بندهنها بفرشة بالمية وبعد كده بنغطيها بفوطة وبفوق الفوطة بنغطيها بكيس بلاستيك هتلاقوا كده عرق وهنسيبها كده متغطية تقريبا ربع ساعة هتلاقوها باقي طرية جدا معاكو وزي ما انتو شايفين كده هشة وطرية جدا يعني دي اهم حاجة اهم اسباب نجاح المعجنات عموما ان هي بتترش بالمية وبعد ما بتترش بالمية بتتغطى بالفوطة وفوق الفوطة كيس هتلاقوه اي نوع معجنات هتعملي معاك كده هيطلع معاكي طري جدا وناجح جدا من اول مرة ان شاء الله زي ما انتو شايفين اللون بتاعها حلو جدا اه وكمان دي التسوية بتاعتها مزبوطة من تحت وكمان من جوة هشة كده ومن فرغة وحلوة جدا كمان طعمها ورحتها طعم بقى بغضة طعم السمنة البلدي طعمها في متى الجميل هسيب لكم لنك اه السمنة البلدي في اول تعليق تفرجوا برضو عليه ان شاء الله يعجبكم وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا جرس على الكل عشان يوصلكم اشعارات بالوصفات الجديدة بحبكم في الليه